السلام عليكم مشاهدين الأفضل وأهلا بكم في برنامج العدد الأخير من برنامج الحياة سبولي هذا الموسم في عدد اليوم سنتحدث عن يوسف بالليل وقضيته مع المولدية وتنقله إلى الترجي التونسي والأسبوع الساخنة دعاشه فريق مولدية الجزائر المتواجد بفرنسا بمدينة ترين بالإضافة إلى ذلك سنتحدث عن قسم الوطني الثاني الانتدابات وماذا يحدث في هذا القسم بالإضافة إلى ذلك في جزء الثالث نتحدث عن الألعاب الأولمبية والإخفاقات التي تحدث للوفد الجزائري منذ انتلاقي الدور لكن قبل هذا خلوني نرحب بضيوفي الكرام وحلي البرنامج ريد عباس مساء الخير مساء الخير لا وسيم مساء الخير حضر تاعةك ومساء الخير الجمهور الكوروية لو يشاهد فيها يلا مشاهدين الكوتش العالمي يونسي فتيسن محلل البرنامج مساء الخير مساء الخير وسيم مساء الخير بالأصدقاء ومساء الخير سيدتي سيدتي المجاهدين قد العيد العضو الثالث في البرنامج حياة سبور حسين جنت مساء الخير أهلاً وسهلاً والسيم تحية لك للحضور ولمشاهدة قناة الحياة يلا حسين جنت اليوم عندي أمر خاصي خاصك اليوم سخصياً نتحدث في هذا البرنامج يلا خلونا نبدأ مشاهدين الأفاضل بالجزء الأول سنتحدث عن يوسف بليلي ماذا حدث لهذا اللاعب طبعاً كان من المقرر أن يبقى في فريق مويدية الجزائر حدثت أمور كثيرة رد عباس اليوم رسمياً يوسف بليلي تنقل إلى تونس كان من المفروض هذا اللاعب الموهبة يشارك مع فريق موديل الجزائر موسم القادم في رابط الأبطال قرأتك لما حدث في سينياريو هذا اللعب الأكيد وسيم هو اليوم نهاية المسلسل المصطلع عليه بمسلسل بالليلي مع عميد الأندية الجزائرية موديد الجزائر بالليلي الأمس فقط حاول أنه يعاود يقول لي إلى مولودية الجزائر بالدليل أنه اتصل مراراً وتكراراً برئيس الفريق الحاجرجب يترجع بين قوسين باش يعاود يقول لي وطلب منه أنه يبعت له كما نقوله نحن تذكيرت صفر من وحران إلى فرنسا من أجل الالتحاق بالمجموعة المتوجدة كما ذكرت يواسيم في مدينة تلين لإجراء التربص التحضيري الموسمي سوف بالليلي كما قلنا سابقاً لا يختلف إثنان على إمكانيات المدية وأيضاً لا يختلف إثنان أيضاً على أنه بالليلي يبقى بالليلي من حيث كما نقوله نحن من المصطلح العام العقلية التاوي يبقى بالليلي مولودية الجزائر بل كالفارق اللي استطاع أنه يحمل بين قوسين له بالتاوي موسم كامل مش نحضر على كالتي أنت يا ساكت ولا كالتي تعال لاعب فوق أرضية الميدان أحسن هدى في البطولة أحسن ممرر أحسن ممرر فطلع الفارق إلى مستوى أنه خلاه يلعب على كما نقوله احنا لاقب البطولة وتحقق ذلك وفاز الفارق بلاقب البطولة بعد انتظار طاويل لكن تصرفات بالليلي نقول لك أنا اليوم هاو كي خلاصة العلاقة التعوبين وبين المولودية أرهق وأتعابة مسيلي النادي لأنه إلي أنجراب ما تخلص تسيطر على كما نقوله احنا ولا تقيده بالليلي بالليلي يبقى تزور اللاعب هذاك ولا الشاب هذاك لي وشي خطر في باله يديره في مولودية الجزائر نقدر نقول بلي حمله حمله ما لا يوطاق طيلة الموسم أنك تكلم عن المسيرين عن المسيرين حمله ما لا يوطاق وحتى أصحابه في التشكيلة وصلوا الأمر أنه استدعى أنه ناس كبار تحدثوا مع بلايلي وطلبوا منه أنه يكون على مستوى اسم المولودية الجزائر لكن الله غالب بلايلي هو بلايلي كما قلنا بلايلي بلايلي يقدر يلعب في أي فارق حب بفضل إمكانياته بصح في نفس الوقت ما يقدر يلعب في أي فارق مهما كان عقلي وعنده تصرفات غير مسؤولة تصرفات لا تمتوا بسلات بالاحتراف اليوم الأكيد باش نكونوا واضحين لنهاية مسلسل بالله مع المولودية الجزائر نقدر نقول بالله في طيلة الموسم لإدارة عن المولودية في بعض الأحيان ربما نخص تجربة ربما بفعل كما نقول وإحنا الوزن والثيقة اللي تعب الليلي ارتكبت أخطى ارتكبت أخطى ارتكبت كبير الجماهي ارتكبت أخطى ما نقولوش أخطى تساهلت بعض الشي مع هذا اللاعب لكن في آخر الموسم خلاص بلغ السيل وزوبة وخلاص اليوم تأكد تأكد إدارة المولودية أنها خلاص المكتوب كما نقولو بيقاوصين مع هذا اللاعب ليس بسبب إمكانياته الفنية لكن بسبب تصدفاته لنقدر نقولو طائشة غير مسؤولة لا تمتوب السلام بالاحترام يونس فتيسان تلك المدرب كطاقم فني تكون مع الإدارة تتكلم مثلا لم يكن عندك مشكلة هذا اللاعب هذا صراحة يعني شفنا في الموسم هذا كل الأسبوع كان سيناريو اسمه بالليلي 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 الآن هو تتكلم قال أنه المدرب يحتاجني لكن الإدارة الآن اتخذت قرار انت كيف شفت انت كمدرب عندك نعرفك أنت الصراحة قبل كل شي كيف تجيري هذه القضية وش رأيك أولا في القضية بالليلي مغادرته لفريق مولودية الجزائر مغادرته ننظن من البداية اللاعب كان ناوي بش يغادر مولودية الجزائر في نهاية الموسم بعد النهاية كان صراح صراح مع شكل مع المسؤولين مع اللاعبين أنا كتقنية هذا سيناريو الوصول ليس سيناريو الوصول 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 سيناريو 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 لا يوجد بوكس ولا جيدو قال الوصول يجب علينا نحمل كل جوزنا مع بليلي أنا نظن بعض من المبارايات إلى دي پاسي سي لميت لانتكلم على الجانب التقني أو لانتكلم لانتكلم على الجانب التقني لانتكلم على الجانب التقني لانتكلم على بليلي لانتكلم مع دنا ما نقول عليه عنده امكانيات ولكن sur le plan نقول disiplin et sur le plan de collectif ici le plan de كما قلو d'organisation لعب خرج من المنطقة خرج من المجموعة خرج من المجموعة ولما تشوف انتا كل المبارايات اللي لعبتها مولودية الجزائر كاين انكا هو بليلي ولا ماشي مع الادفرسار مع الحكوم دونك كنعود نشوف باللي المنودية اليوم وكما قال لك ريضا المسؤولين تحملوا تحملوا عب كل التقل تعملوا المسؤولين تعملوا كان عليها الضغط كبير بسح ريضا انا اليوم الضغط على اللاعب كما قال لك ريضا الضغط لا ينجم لا يكون على اللاعب واحد ما يقول هذا اللاعب لكي يكون عليها الضغط خاصة الضغط هو اللي يدار الضغط على نفسه لكن هو لا يعرف نفسه لا يعرف نفسه لما تكلم مع رئيس النادي حكيم حار جرجم قالوا ان هذا الموسم عشت الجاحيم قالوا كان عليها الضغط كبير لانه ستنجوال انترنسيونال جاء بانتيتر انترنسيونال يجب بانتيتر انترنسيونال يجب انترنى الانترنسيونال يجب انترنى الجوار فيرنو يجب يكون موديل اسمع اليوم اليوم لجان لجان يتبع في بلايلي مدى بيوم تكون عندهم صورة اجزمplaire صورة ايجابية صورة ايجابية على اللعب ولكن هاتي لجان هاتي اليوم نتمنى لجان يخدو يخدو لكوتي positif ميخدوش لكوتي نيغتو تبليلي لكوتي positif سكي كونسر لتيران سكي كونسر لجو مانا لكوتي نتمنى لجان اللي تبعو بلايلي ميخدوش لكوتي نيغتو ميوصلش وي لازم اللعب يتمنى يوصل احنا نشفنا كما قلو التدخل تاعت على الحكام كل مباراة شفنا الحكام كما قلو يسيو كيفاش يسعفوه كيفاش يرطبوه كيفاش ولكن اللعب كل مباراة يخرج من المباراة حتى بعد من المرات بعد من المبارايات اصحابه لو يدخلوا مع الحكام باش الحكام ميخرجولوش البتاق الحمر فضل اخبر مرحب حسين يلا فضل حسين يقدر يعطيك حوائد جدد اسمع الفارق باش يكون فارق يصوتو عميج عندي الجزائرية ناس النجوم الضوب الضوب هذه النجوم خدمة الفارق طبعا طبعا هذا روك هذا عميج عندي الجزائرية هذا فارق الشعب نعطيك أنا بعض الأمور لا نقول بالأخطاء تقدر كما قال الشيخ تساهلوا من أجل تفادي المشاكل تفادي المشاكل تفادي المشاكل لكي يديروا العمل التعام الدفاعي وما يديرش هو يحكم بلساطيني صح كي يكون عنده البن يطلع يدير صح الوضا هنت ولي المدرك المدرك هنجيل هنجيل نزيد بلساطيني تفادي المشاكل صح تفادي المشاكل كبير في المرعة في مقابلة في مقابلة في بعض المقابلات تجد المسؤولية المدودية مع بابات بالليلية ويحضر على التير هل يحضر على تيربيد ويجب تصريحة لصح صح يتذكر هذي مدرك الجزائر هذا ماشي فارغ نايم بورت هذو الأخطاء المرتكبة من قبل إدارة تجريبا لأنه وانا شفنا باللي كان كافاءة لهذا الإدارة تعبو للجزائر سونا مزيج التعاون على شفنا دوك هذي استخدصوا دوله لكي كنا نحضر وكان الشيخ يحضر وكنا نشوفه في الزيمات بالليل يشغل هنطوري أقدام أتمسوش نحيدك منه وما تحضرش معه بلك أو رح يزعف أو رح يتنوى أو عيال سيبانورمال فهمتين وصلنا ابتسامة يونس يونس وصلنا لهذاك المدرب وصلنا أنه خلاص كما قلو تفشش تفشش ويلعب هو بهذاك الوتر أصبع لحبكم السيبورتور السيبورتور ميحبوش جوار ميحبوش ميحبوش انترينر السيبورتور يحب نتلون وصلنا إلى ريد عباس ربما هتوافقني في الرأي وصلنا أنه فريق بحجم كيان موديت الجزائر يبني كل شي على لاعب يعني نقول لك سوف بالصح أي ولاعب يخينا نحضروا مننا نحضروا مننا سلوكوتي تيكنيك ما كاش أندي سكويتار بالصح دفوا نخسر ونربح كايان دفوا نخسر جوار ونربح مجموعة دفوا نخسر جوار ونربح الانضيبات داخل المجموعة المنودية هاد العام فضلو حاجة وحده أخرى قال احنا جاب مزيه مزيه تربي البطولة انشاء الله ما تكررش هذه الأخطاء لأنه الفارق هذا إذا أردنا أنه رح يكون حيث ماذا بنا يكون لوكوموتيف القاطرة الأمامية تعلق للكورة الجزائرية المحلية نتبنوا أنه هذه الأخطاء نتفادوها في المستقبلا ونبنو مجموعة ما نبنوش على اللاعب لأنه اللاعب يروح المدرب يروح لكن الكاين يروح الكاين يبقى الكاين يبقى حسين جنات قضية يوسف بليلي تكلمنا عنها طوال الموسم هل نتحق سؤال مباشر هل تشوف أنه يوسف بليلي يخرج من الباب الضيق في فريق موديد الجزائر قبل ما يخرج يوسف بليلي من الباب الضيق كيفاش تخل المولودية أولا بليلي لما كان راح يتحق مولد الجزائر ونواحد أتوقع بأنه راح يكمل الموسم لأن بليلي معروف بأنه لاعب مشارب وقلنا بأنه والله يستر وإن شاء الله يكمل الموسم رحوا البيت القاصيد ماذا حدث بليلي حتى خرج من مولودية الجزائر في الوقت اللي يمزل العقل التاع وفيه السلام واخسروا ود الأنصار أيضا اخسر كل شي الإشكال أنه فتحولوا أنا كي يقول رضا يقول بلي ربما الإدارة عليهم ضغط أنا ما شاطروش إدارة كإدارة راكم مسؤولين على فريق اسمه مولودية الجزائر أحببنا أمكار هنا مولودية أخي كبيرة على بليلي وكبيرة على مسؤولية وكبيرة على الجميع ولكن خلواه يدير واشي يحب بليلي كل ما يدير حاجة مليش مليحة وما يلقاش اللي يحب يسوي ووقفه عند حده يزيد كثر يغطوا عليها أيضا شوف بليلي بليلي الحقيق كعوة شدير مع الحكام هل شفت مثلا مرة الإدارة عيتت له وعاقبوه مثلا ولا خصموه مبلغ مالي ولا ما داروا له حتى شي بالأكس 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 أغير عيتت له ولكن بالأكس أسمح ولكن مش في ناشة جديدة أسمح أغير شوف عيتت له وعاقبوه ماليا داروا مع كل الأشياء أسمح لي وصلت إلى درجة أنه عيتت له ناس كبارة نقول لك بليلي ما تسموه شوف شوف أنا قبل نهاي كأس الجزائر كنت هذرت معها الشيخ أسبوع قبل النهاي وقتلوا بأن شباب المزدد رح ينفوزوا على مولد الجزائر لأن على بالي وش كان كان صاير لداخل الرجل الحق وين يقول للمدرب هو يلعب النهائي من أنت حيث تفرض على المدرب باش تلعب خوك كراك هدرت معنا وليده وراك مادرت على الوالد نتاعه يا أخي هذي المولودية اختطفتوها ولت عائلة ولت تعال عائلة عبليلي ولا قيباش أنا شفت حجر جام رئيس فاريخ موسم كامل شفتو ثلاث أهدر وعزوج مرات ثلاث مرات وشفتو ولكن والد بليلي كل مرة يهدر يهدر خوه خوه كان يلعب في أمل الأربعاء المولودية عفست على القانون باش جابه أخوه بليلي تعرب لي اللعب شاب فئات مرات يفونزل في المركات والشتوي ما عندوش الحق ما عندوش الحق قانون يمنعوا باش يبدل الفريق هو كيلعب في أمل الأربعاء والمولودية قدمت ميلف وطالب للاتحادية باش للرابطة باش يعطوه لهم يجبهم الأمل الأربعاء أنا اليوم أقول لك معلومة أنا نهار اللي سمعت بلي بليلي راحين المولودية حابين يجيبوه خوه شخصية نرفت الهاتف واتصلت برئيس الاتحاد وليد صادي قلت له يا وليد واش راكوا ما تديروا قلت له هذي الأمور انت هنا مكش هنا في ذا المنصب باش ترضي الجاميع انت هناك هنا باش اطبخ القانون أكيد انت ملزم بتطبيق القانون قلت له القانون يمنع باش لاعب في الراضيف في المركاتو الشتوي في المركاتو الشتوي يغير الفارق لقيت باللي وليت صادي كانوا مغلطينه باللي قالونه باللي يقدر يغير الفارق وجابوه للمولودية بعد ذلك رأى اللاعب هذا في الاربعاء يقول لك ما عندوش مستوى تعمل مولودية كفش قبل تجيبوه للمولودية وبعد ذلك فرضوه لعب لعب زوج مقابلات على ما تقدم على الأكابر في البطولة نعم ومن بعد في نهاية كأس الجزائر تسرم مصر على نجال أخوه يحب أخوه يلعب ليلة المباراة هذه ما درها لا كريستيان وفي الريال ولا درها ميسي في البارصة ولا درها أي واحد من أنت حتى تفرض هذا الشيقع على المولودية الرجل اللي دير وش يحب ركب وشفته مع الحكام يدير وش يحب يا أخي والمولودية أنا وش نعرف مولودية الجزائر وتبعت مولودية الجزائر هذه أزيد من 40 سنة أنا عمري ما شفت لاعب الدير في المولودية وش دير بليلي هذا الموسم وش تكون انتا المولودية بلي بليلي تدير الألقاب وتدير مقابلات في القمة وتدير والدير يوسف بليلي عقلية كارثة أنا نعطيكم معلومة اليوم قبل ما يمشو كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في الكود ديفوار طيب في كأس إفريقيا في كأس إفريقيا كأس إفريقيا للأمم طيب ما كانش حاب يروح مع المنتخب الوطني الحقوي للناخب الوطني أنا لكي كلموا في الهاتف كلموا في الهاتف قالوا حبي تنسألك قالوا رأيك في المولودية قالوا أنا عندي مدرب في المرودية هو يقول لي ولي يدافع ولا ما تقول لي يدافع قالوا تهوش دخلك كان يستفز في الناخب الوطني باش ميروحش لكاس فرقة الأمام لكن أنا نقول لك حقائق حقائق راني نقول لك وكان نزيد نقول لك واش صلاة في الطوق وفي السطاج كان أمور كثيرة أنا علاش قبل كاس فرقة الأمام كنت يقول لك هم باللي هذا المرة ما نديروا ولو كانت أمور تحدث أمور كارثة اليوم أنا عارف مرودية الجزائر هذا تاريخ هذا فريق فريق كبير بزاف اليوم ما يجيش واحد كما لعب هذا يفرض عليكم بقى هذا شي هذا الحكشولوك وخلاوه يزيد العام الجاي معهم أنا نقول لك ربما بين الشوطين يقولوا ما نروح نصطقه وفي باب الواد ونعودلو لي أنا ما قدش نقو عليك في الفيستيار إيه الحفتة لها بدارة جاو اسمح لي كورة القادم قبل ما تكون فنيات لأننا ديمنا هذروا قولوا من ناحية الفنية ما قولوا عليهم أولو تسمح لي ناحية الفنية خلوها بجي كورة القادم يجب تربية يجب أخلاق يجب انضيباط يجب هذه الأمور أنا أتذكر مرة كانوا شبيبة القبائل في الفين وستة لما جابوا فوزي شوشي جابوه من برج منايل كاش اللي كان يعارفوا فوزي شوشي أنا مشيت معهم تربص كنا في سويسرا النهار اللي جيناه شفتوا خارق اللعادة قلت لهم هذا الحارس ينحي قواوي من شبيبة القبائل ويزني نحي من المنتخب الوطني ثبت واشا نقول لكم كين مدربين قالوا لي تمهبول مبرج منايل ينحي قلت لهم ينحي بعد مدة بدأ يتألق في الشبيبة ونحها قواوي جات فرصة لقيت معارف حسعدان قلت له يا شيخ كين حارس مرمى جاب لي ربي ركي ما شفتوش وما انتبهتلوش قلت له خارق اللعادة قل لي شكوا قلت له فوزي شوشي قل لي حسين كورة القادم مراهي شغل تألق في أرضية الميدان كورة القادم فيها حواج بزاف باش تكون لاعب من بينها أخلاق باش تكون لاعب بزاف بس كتني اليوم كورة القادم فريق ما مولي تلجزائل اللعام الجاي قادر يعبو بليبلي اللي قادر يدو لأكوب دافريك ورع المشكل كين أندية كين البرصة رح لهم يسيوش البرصة حبست الريال رح لهم كريستيانو واش الريال حبسو طيب يعني نقول لك يعني الإدارة غلطت وما درتوش عند حدو وهو استغلب صابها لك يعني كل شي مفتوح دار واش يحب وليوم الحق وقت وين يلزم يفهموا الحقيقة وانا نقول لك حاجة على باك بلي اليوم المورودية كين حاجة مليحة اللي داروها لما رهم مدوه للترجي وينك فيها إشكال حدثة عامزة الممضاج ممضاج هو يعني الزوج فيها حدثة عامزة الممضاج الحاجة المليحة اللي دارتها الإدارة على المورودية أنهم بالمبلغ اللي باعوا كيداروا حسابات القوا بأن بليلي الموسم الماضي استقام لهم حاول 300 مليون لشهر هذا موش استقام لهم طيب قبل ما نجي لك يونسف تيسان نتحدث على قضية بيتكوفيش اللي يفجرها الآن حسين جناد نتعباس قضية في يوسف الليلي لكن أنا شفت حاجة حبيتنا توقف عليها الستوري تتعوه حتى هو ما نجي بيتكوفيش نقول لك كاسبرك لأن الأمم الأخيرة طيب طيب باش نحن نوضح لأمر معي يونسف تيسان ما شريك في هو حبي يستعطف الأنصار أسنع كان فرق بين يستفز ويستعطف هو حبي يستعطف الأنصار لأنه نتعلم تسمعوا لي قبل ما تحكم مشارعة نتعلم 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 في أنجي نتعلم في آزاكسيون نتعلم في قاطر نتعلم في السعودية نتعلم هذا سيد هذا مشي مرة مشي زوج مشي ثلاثة مشي ربعا مشي ستة قال أنه شرا يسمع زوج لا يسمع مزوج قدام أسمع أسمع والسائل الإعلام راهم يفتوها هذا كلام مشي مستنسك الصندرة فهم أربع قال عندك حاجة الإعلام نقولها الإعلام اليوم أنا أنا بالنسبة لي تعامل إدارة المدودية مع قضية بالليلي بالليلي أعتقد أنه هذا هو ما يجب أن يكون اليوم غلقة السوجي كما أقوله استخدرت دوره استخدرت من الأخطاء لدفع أسمع أسمع كما قال الحسين حضرة 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 لأنه كان عندها لعب حاولت بأخطائها وبما قدمته من إيجابيات أنها كما نقول إحنا تباريزي هذا بالليلي لكن الله غالب أن يقولك أنجيراب مش هي هي برك فاندي قاعد يلعب فيها بالليلي أنجيراب هو عنده عقلية تفضل حسين ما شروع عندي يوميزي تفضل حسين يونس على بلك الحقوين هذه التعليم مشوا مجموعة من الأنصار مشوا للرئيس النادي الرئيس النادي لداروا عزوج تعليم يعني مشوا باش داروا له مشاكل وحسب معلوماتي أن هناك كاميرات مراقبة مراقبة طبعا اللي سجل تشكونهم الأشخاص هو فيه تحقيق ويقال والله أعلم يعني مدام رأي التحقيق مستمر خليه حقه بأنه متهم يعني هو متهم بأنه كان وراء ذهاب هذا الأشخاص البيت يسحدة بتم الله أعلم اليوم من حدة الساعات تحقيقنا مستمر طيب أن تخلوا التحقيق يأخذ مجرات سيني سفتيسان لما حسين جنات قول وطان يومب كما قولوا قال لك أنه اللاعب هذا لما تصل به الناخب الوطني قال لن توجد دخلك هنا ما بقعتش كورة القادمة أنا أقول لك الكوتي ديسيبلينار لي جمي سير البلاي لي هو المدرب أنا ليا كتقني حجر جمي جيون دوزين فوزيسيون المناجر جيون تروازين فوزيسيون ونفرمي فوزيسيون سي الجواري لانترينير لو كان جا عنده شخصية المدرب عنده شخصية ما يخليش أنا أتكلم على بومال أو لناخب الوطني بومال ما أتكلمش بومال في المولودية في المودية من يبدأ من يبدأ وراه دورت على المدرب صحيح وراه دورت على المدرب تقولوا مدرب هذا إحترافي عنده رأي ديسيبلين عنده رأي طاكتيك عنده بلاي لي دايل هو شي حاب في المولودية ني سير البلانجو دو قولنا بيتون دخلوا سير البلانجو ندخلوا كيفاش بلاي يلعب في المولودية يا هل طرح هذا كواللعب لي حنا نتمنى و بلاي لي اللعب لي لعبوا في المولودية لعبونا في المتقب الوطني يوني شفتسان يوني شفتسان أتكلم عليها في الجزء الثاني لكن هذا بعد أن ما ناخده فاصل إشاري مشاهدينا أفاضل فاصل إشاري قصير ثم نعود إلى البراط إذا نعود المشدد للمشاهدينا الأفاضل الجزء الثاني من برنامج الحياة سبور كنت وقفنا عند الجانب التقني ليوسف الليلي يا يونس فتيسان يوسف الليلي قلت أنه لما نتحدث على الجانب التقني شيء عندما نرى الطريقة الليلي بتاعه كنت حدثنا على شيء اللي قاله حسين جناد المدرب عندما سألوه هل يساعدت سألوه تترجع إلى الوراء تكلم معه بكلام ربما من ليلليك أنت كتقني وككمدرب واجزة نتعكل بالليليك وكيف تكون لا الجزء يكون الجزء يكون الكارزما بجها ولكن ما يقاعد لجيه المنطقة يكون عندك بعدwhel one الى التكتبول ولكنی في التلعب ظایلتاً لازم تلعبون الى سوال و مانا ندعبو الكرا يرضلم sont و ماذا نشعر لازم يلعب لوكو الى سوال بلالا umas لازم دعوزisée مع بلايلي وماذا سلودي ترسل المجرد فهو أننا في الدريبل فإننا نرى المنباريات الأولى المنباريات الأولى تعمل في فلسائر كان يقوم ب준 طرف أخرى ولكن فلسنونهم بالفعل بيطال ينظرون الغرف وفي حالة الأولى حين يحتاج المنباريب في فوق التجزير في فوق التعرض وفوق التجزير قراءوا طريقة اللعب مولودية الجزائر وقراءوا طريقة اللعب بلايلي وكل الفرق وإذا يعرفوا بل كوتي جوش المولودية هذا هو لكوتي فور لذلك لكوتي فور كانوا يديروا لدي دوبلير وشفنا بلايلي؟ بلايلي لكوفران بلايلي لكورنر لذلك بلايلي يدير كل شيء هنا يدخل الدور المدرب لما انت تتكلم مع لعب كما هذا وإذا انت في الديس بوزيتيف وتكون عندك شخصية كمدرب كما تتكلم عن الريواق الأيمن كما تتكلم عن الريواق الأيصر ولا تطلب من الريواق الأيمن المهاجر من اللعب في الريواق الأيمن يعاود يقول لي مع المدافع تاو نفس الكلام اللي تتكلم معه لا أبلي يكون في الريواق الأيصر هو بلايلي شوفنا يصفي دير ديزي كيليبر في لوجود على المولودية لما المولودية تضيع الكورات يعني من كلامك سمعنا نفهم باتريس بومة معرفش جيري فضل فضل نشوفوا المباراية تشلف كيف شلف سجلوا تلت أهداف بكل الكورات اللي يريكيبيراهم منين من الجهة اليسرى سوف يدير من الجهة اليسرى تعملوا دي الجزائر سوف يدير المهاجب ما يولي شي دافع شوفنا ديزيرير ديفانسيف وين بعد ما المرات الجوار تعلق لديفانسة تكلبوا بلايلي قالوا له لازم ترجع مع المدافع بتاعتك لذلك هنا تشوف بعد ما المرات يخلق يخلقikelина كما نقولون لا نتندي بين جوار مattle السجرى ام يتعلق اليوم بومن ÓN Applicit هو اللي يروح للرواق الأيصر باش يغلق الرواق الأيصر باش ما ينجب ش تقول لبليلي يا بليلي لازم تولي مع المدفع هانت كان عنده معاملة خاصة من المدرب لان من الكلام ما كنا حاوسنا نفهم انه المدرب معرفش يجير اللاجيسيون بالليلي معرفش سواء من جانب التقنية سواء من جانب الانضباطي لما تسمع انت المدرب السابق بتاع المنتخب الوطني كما تكلم حوسين وعيط له في الهتف وتقال له بلي ما راكش ترجع الكلام اللي قوله له هذا مهوش كلام اللي يتعلان لي يحترم ديج المدرب مالغريكو المدرب الناخب بتاع الوطني لازم يتكلم معاه مهوش كلام يتكلم معاه كما قوله في الرياليتي قال لنا يا المدرب هو اللي يطلب مني ما نرجعش ولكن منضمش أنا المدرب يطلب من المهاجم يقول له انت ما ترجعش مع المدافع تاعك دونك يدير برايو وكي يدير برايو وأنا نضم المباراة الأولى الثانية الثالثة بلايلي تغلب تغلب على بومال ولا بومال ما ينجمش يتكلم مع بلايلي دونك هنا ما توليش لرجم كرئيس ولا يولي المناجر أنا اليوم كمدرب لليميت ديالي وين يحمس المناجر المناجر يتكلم مع اللاعب أبريل لادوش ما شيفون دون لانترنمون ما شيف الفيستيار الفيستيار تعال المدرب لسول مترابور اللي يتكلم مع اللاعبين هو المدرب المدرب هو اللي عرف يسير لعبين تعوي المدرب هو اللي عايش مع اللاعبين تعوي المدرب هو اللي يتبق هو اللي يتبق الانديبات والصرامة على اللاعبين تعوي وما تكونش كما نقولو كل اللاعبين يكونوا من في دياليتي كل اللاعبين يكونوا من في دياليتي صاب يدير انتايا كمدرب لما تتكلم تتكلم على المجموعة والمجموعة من بعد تبدلون الانديفيدوالات من الناس ومن الناس لكن في التحدث نتحدث مع اللعبين عندما نتحدث باليلي لا نتحدث معه وننتحدث معه كلام آخر هذه هي الأسباب التي تجعلوا بعض الفرق بعض اللعبين يتغلبوا على المدربين وترى فوق الميدان اللعب يدير واش حاب يدير ماشي يدير واش طالب منه المدرب يلا تفضل حسين عندك اضافة يضافة فيفا يوسف بليلي كان يلعب في السعودية في اتحاد جدا واش دير في ذلك لما كان في اتحاد جدا وقال له خيلة في معامر فدل حقا بتعود خل كي ما يديرها قام عن الفيرق جل هنا كان قاعد في وهرا تخلوا معاه في مفاوضات طويلة باش تعاودوا وتفهموا معاه قالوا نعلب ليس عاودوا لي قال لهم اوكي وصلوا النتيجة سيبون سيبون يرسلوا له طائرة خاصة جه طائرة من السعودية من جدة خاصة جه تنزل في وهرا باش تديه كي لحقوه نطفلوا من التليفون وما حبش يروح وتعاود الطيارات يعني شوف باللي يعني نقول لك باللي تصرفاته ما يبراش منها واش دير من اللي بدا يلعب الى يوم من هذا الفيرق اللي واش دير معاه بكل الفيرق الفارق اللي رح يلعب معه مستقبلا نفس الشي رح يديره بلي بتعبس من هو الخاسر في هذه القضية ومن هو الفائز في هذه القضية هل يوش في الليل يخسر قاعدة جماهيرية كبيرة يخسر الفارق النادي وهل الملدية هي اللي خسرت اللاعب ام هي اللي فازت وطوت الميلف نهاية ما راناش في الخسارة ولا الربح لانه هذا اللاعب اللعب في ملدية موسم هو استفاد ولملدية استفادت الملدية استفادت بلاقب البطولة سبعين بالمئة الى تمانين بالمئة باش ما نعطوني واش كتر من قيمته تمانين بالمئة بالليلي ساهمت في هذا اللاقب بطولة الجساء والساهمت في عودة الملدية الى الواجهة وحتى بالليلي من الناحية كما نقول احنا التقنية ولا ولا من الناحية كما نقول المادية استفاد هو الاخر من العمل اللي قام به ولا المرضود اللي قام به من مولدية الجزائر نقطة الى الصف اليوم كان صفحة جديدة الصفحة هذي رح تفتحها مولدية الجزائر بدون بالليلي نحضر لك مع الإضارة هذي الحالية نتمنى لهم كل اللا كما نقول احنا النجاح التوفيق في المستقبل ونفس الشى بالنسبة لي بالليلي اللي راح ما احشى أطر المجموعة ما احشى أطر المجموعة لانو المجموعة في فترات ما وفي العديد من المقابلات كان تحمل الضغط كبير على جالب الليلي تنساش كان لمات وكان لفظو مات وكان لفظو مات كانت تشوف لفظو مات كان ديفو امور مزيئة إنه إدارة المدودية مثلا هدنو الأمور كان العديد من المرات دخل فيه صراعات كبيرة مع الزميل تاو عبد الله وعلى الكابيتانا قلوا ما نندي كابيتانا في العديد من المرات حبي يفرض وجود الأخ تاو في التشكيلة في بومل في العديد من المرات كان عنده صراع كبير مع المدرب بومل في العديد من المرات كانت غيبا حسن إسناف خلينا من هذيك هذيك هاي بواضحة كيف العديد من المرات كان عنده دفوع أمور دفوع يروح في الصورة ومع أخوه يغل قلبه مزهد ربحته واحد هذي الأمور هذي كلها تحملتها الإدارة وتحملها الطاقة بالفنية وحتى تحملها التشكيلة تعالى المدودية ذوك اليوم تاكيان كاملودية الجزائر ما يمسيش إلا باب الليلي أنا مالغير سكر كما قالوا لأخوان البرنامج وغلق الباب ورح للدار بشكيت أنه في عريق كما ملودية في جزائر يبني كونيش على لاعب يبني كاين كاين على لاعبها وكاين أمثلة كبيرة ميسي وما أدركها في البرصة رونالد وما أدركها في الريال مادريد عديد من اللاعبين كان عندهم وجود وكان عندهم موزن كبير نقول لك مئة بالمئة في التشكيلة وصح مع آخر ما طب هذا كاين يبقى والأخرين الثاني كما نقولوا إحنا عندك طريقة تاع الفراق والطلاق بين الملودية وبالأني ما كانش طريقة سليسة ما كانش طريقة كانش طريقة احترافية هذا ما يعاب على هذا المسلسل لكن الحمد لله أنه هذا المسلسل انتهى بانتهاء العلاقة والعقد بين داعب المدلسل يوشف تيس عندك ادافة قبل ما نغلق من الف لا فأنا بك حبيب تقول لي بليلي غطر كل اللاعبين اللي رام في الملودية الجزائر تقول هاد اللاعب هو ليجيب الكورة من الحارس ويروح يديها يسجل بيها كل اللاعبين النجومية ده هو كل اش ده هو اللاعبين دع ملودية الجزائر شحال من اللاعب دولي في ملودية الجزائر ليراهم ديتي تيولار بالعمارية والكيد cabinet يا ادو القال أنا نعتقد المشكل تعليم نقولك أنا آت فأناك يقول له ن PD سوف يظهر اليوم هذا اللاعب معقري كامل لعب يتكلمون غير بللي وبلي ولكن جائع اللاعبين هادوك اللى ضايرين مساعدت ليهم دولين ما نتكلمون أي حسب لن يعرض المدينة في 건데 الأعلى والله إننيون من حياة من الطاقة في قصة الجمهور أما لقد سنفعل الجمهور في هذه الم Series بوث وصات الميهور فالناتظور يعرفوا يلعبوا الكورة لما يكون عندهم مدرب تاني ليحتارم اللاعبين كما اللاعبين يحتارموا المدرب وتكونين ديسيبلين في هين جروب كما المولودية كما الجمهورة المولودية تشوف النتائجة المولودية بدون بليلي نتمنى اليوم المسؤولين المولودية للجزائر ما يعودوش يتراجعوا ويعودوا يرجعوا بليلي أنا نعطيك هنا تمانيات تمانيات هو اللاعب تلب حبي يولي البارح اللاعب تلب أنه يولي أنا أقول لك أن أصلاع أنا أقول لك أن أصلاع لا أصلاع ولكن إذا أردت 4 صالير من تراجع التونس لا تراجعوا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك نتكفلوا بخوك ونتكفلوا بك سيدي جا تفادك اللحظة عاية الحاجر بلك أكثر من 15 إلى 16 أبل مرفضلوش الحاجر هذه معلومات مؤكدة اليوم مرفضلوش لا يعني معاك أكثر من ذلك خلاص لك الكوارد تم تسليمها تم تسليمها كاين تانيك الناس اللي عندهم كما أقولوا سلطة رفضوا بقى اللاعب ذلك حاجة واحدة أخرى من الغدوة من العسية من في الليل لك حاجة واحدة لك حاجة واحدة حسنا عندك إضافة ربما قبل من غضقة إضافة يعني أنا عارف مولودية الجزائر لعبوا فيها لعبين كبار لعب فيها الأخضر باللومي في الوقت اللي كان أحصل لها في إفريقيا وكورة ذهبية لعبوا فيها جزوا فيها لعبين إحنا نتمنى يعني باش المولودية بدون بليلي تواصل التألق وتحها ورعي عندها ربيطة أبطال إفريقيا يخموا في المستقبل بتحهم لأنه فريق ما مرتبط حتى بليعب ولا حتى بمسكول مولودية تبقى هي المولودية على ذكر رابطة أبطال إفريقيا حسين جناد الردع بس هناك معلومة تقول أنه فريق اللي بيري وتوصل إلى اتفاق مع إدارة مولودية الجزائر على خوض المقابلة رابط الأبطال تلعبوا هنا في الجزائر ذهب وإياب الشرط أن المودية تكفل بالمصاريف تعالى التنقل هذا أمر إيجابي جداً وهذا رح يخلي نتمنى أنه هذا الأمر رح يخلي المودية تدخل المنافسة الإفريقية تربح إيقافي تربح إيقافي خاص اللاعبين يتعرفوا على أجواء إفريقيا وعندك الثالث مونتاج كان مشكلة تسمح لي يا ريضا كان مشكلة الآن في البلدان الإفريقية 26 بلد في إفريقيا من أصل ما عندهمش ملعب بيستقبلوا فيه 26 بلد أنا حينكت إدارة حينكت إدارة عرفت فيش تفاوض لكن الإدارة هي طلبت من ليبيان أنها كما نقول وعرضت عليها وقترحت عليها أنه بالنسبة لي الفارق رح يستفاد حتى ماليا رح يستفاد لأنه ما رحش يتنقل ليبيانيا ولا يتنقل البلد الآخر وقمت على رح يجيب الفارق المنافسة ليبياني إلى الجزائر يتكفل بس مصارف التنقل ومصارف الإيواء التي وإن شاء الله نتمنى أنه هذه المقابلة هذي رح تكون بداية خير بداية موفقة ليبياني الجزائر بس تدخل غمار المنافسة الإفريقية كما نقول نحن بخطة ثابتة يونس يفتيسان مقابلة تلعب هنا في الجزائر ذهب وإياب مقابلتين في رابط الأبطال الإفريقية في الجزائر وإن شاء الله يكونوا نتائج إيجابية أنا نظن للاعبين وخاصة يربحوا الثيقة في نفسهم الفتبول يكون لعب كما يقول يكون بثيقة ويكون لعب مباريات خاصة في رابط الأبطال أنا نظن مع الجماهر تعبوا لديه الجزائر وإن شاء الله يكونوا نتائج إيجابية وخاصة أنا نظن اللعبين اللي هم اللي يكونوا ديزاكتور لما يجوزوا المباراة الأولى بيفوز راح يتنقلوا المباراة الثانية كما قلوا بمعنويات مرتفعة وبثيقة كبيرة كبيرة في النفس باش يجازوا المباراة الثانية يلا هذا ربما يلا نغلق منا في المودي فتر فتر بشنا نغلقه منا في المودي فتر سماني اللي فاتت الأسبوع الفاض تكلمتك على الحارس الزغبة وتكباليرا هو على أعتاب الإنضمام إلى مودي جزائر أول أمس الفارق نحن من رأسه كما نقول نحن التعاقد مع الزغبة لأسباب مادية لأن الحارس الدولي زغبة مصطفى زغبة تطلب مبلغ مالي خيالي لإنضمام المدودية والإدارة على مدودة جزائر ما نقولوش عد زد رفضت أنها تلبي أنا في سياسة تهجتالة وبالتالي بقى كما نقول نحن الفارق الآن هو يسعى لاستقدام لاعب أو لاعبين على أقصى التقدير لغلق القائمة نهائية طبعاً وننتبه في هذه القضية نغلق ملف مدودة الجزائر ونتحدث على فرق أخرى على غير فريق شباب بالوزدات كل أسبوع الماضي تحدثنا على قضية السراع بين شرفدين عمارة ومهدي ربحي الأمور عادت إلى مجاريها رد عباس الآن تم انتداب هؤلاء اللاعبين بقية الأندية الجزائرية سيتحضر على غير الاتحاد العاصمة من قام بأميركاته في المستوى ماذا رأيك فيما يحدث في هذه الأندية؟ أندية شوف كيف لا كنا نحضره سابقاً الأندية اللي عندها شركات هي اللي راح دخلت سوق التحويلات الصيفية بقوة شفنا شبيبة القبائل بالمودية الجزائر شفنا شاباب الوزدات مودية وهران أيضاً شفنا الفارق شبيبة القبائل وحتى الاتحاد العاصمة جلبوا بزاف الفارقة الفارقة لاعبين أجل من إفريقيا من إفريقيا السوداء نتمنى أن إن شاء الله بإذن الله هذي اللاعبين كما في السابق طاريزون في الديارو في السابق مومو في الاتحاد العاصمة ما هو طلع الفارقة يقدر هكذا فعلو شيخ شكول؟ دابو دابو نتمنى هذو اللاعبين يطلعوا مستوى القراءة المحلية إن شاء الله أن هذه الانتدابات راح تولي بالخير على البطولة الوطنية ولازم نأكدوا حاجة هو أنه ذو كل الفارقة هذو كلمة عندهم الشاركات رامي سعب كما نقول إحنا يدبروا حالهم باللي كانت رامي كما نقول إحنا الاستقدامات تحهم بوتيرة باطئة باطئة جداً نتمنى أن هذا الاتحاج وسائل إلى كرة القادم وحتى الوزارة وحتى السلطات العليا بالبلاد تجد حل في هذه المعضلة اللامساوات ولا عدل في البطولة المحلية هذا ما نتمنى طبعاً خلينا الله الحسين جناد يلا قلت لك في بداية حسن وعندي ربما أمر يخصك شوية اليوم بلغني أن ابن انتاعك محفور جناد التحق بالتقم الفني لفريق شباب بالوزداد وكان محل الفيديو وربما توجه في تركيا على رماضن الخبر صحيح؟ أولاً كان في الكويت الكويتي على مأضم العربي الكويتي عربي الكويتي كان محل الفيديو صعيب يعني بيش نهدر على أوليدي هل أكل أولاً التحق بالتقم الفني لفريق شباب بالوزداد؟ نعم من المفروض اليوم يكون معهم إن شاء الله من المفروضه في الطريق إن شاء الله شوفوا ما كلينك يا راح ما كلينك يا راح العربي الكويتي شوفوا يعني رسمياً التحق بالتقم الفني شباب بالوزداد نعم التحق نعم من المفروض اليوم يكون معهم إن شاء الله أول أمس كان المدرب ونائب الرئيس للإتحاد الفريق العربي الكويتي طلبوا منه طلبوا منه طلبوا منه ملتع الهاتف تاعي وتصلوا بي يعني وترجوني قالوا لي يعني يقولوا يقعد معنا لأنهما وجدوا للعقد باش يزدي مضي عقد سنتين ولكن أنا قلت للم الله غالب يعني ما نقدرش هو شتاكة يعني ما الغربة قلك يعني أنا نقعد ذلك 11 شهر في الكويت ونجي نقعد شهر فقط هنا بزاف يعني جاتوا كبيرة بزاف يعني حبش يخرج من الكويت أنا نقدرش لوجه وسطه وشني ما مشيتلوش في وحده الطريق هو كان قوريشي يعني شباب الوزداد باش جابوه يعني توفيق قوريشي نعم نحيوته في قوريشي توفيق كان لما كان مدير فني في الاتحاد الجزيرة القادم محفوظه ليدي كان محل الفيديو في المنتخب الوطني ويعرفه مليح ويعرف الخدماته وكان يعني هو اهدر معه معه ربحي وهدر معه شارف الدين عمارة وقال لهم باش يجي يعني باش يجيبوه وتصلوا به وتفاوضوا معه ولكن كان فريق آخر يعني خلينا نطرح لك سؤال لا كاينزوج فيه القهداف الجزيرة ايضا نتصلوا به ولكن ما اكتبش ربي لا داعي باش نذكره اسم يلا كان فيه ربما ايضا عنده كان فيه اتصالات ربما بفريق آخر مش من الجزيرة لكنك اللفتت حسب المعلومات اللي عندي نعم هو كان المدرب اللي كان معه منذ سنتين في العربي الكويتي روسمير سفيكو هذا مدرب بلجيكي من أصول من بوسنا كان معه في العربي الكويتي خدم معه ويعرف الخدماته كان السنة الماضية أحب يديهم عن السعودية لأنه هو درب السنة الماضية في السعودية نعم ولكن محفوظ كان عنده يعني ما زلوا سنة مع العربي الكويتي في العقد التاعه ما قدرش يمشي وهذا المدرب هذا العام جابوه الراجع البيضاوي المغربي وكان تصل به يعني تصل به كان حين التحق بالفريق على جار البيضاوي يعني كان على وشك يعني كان أعطاه رسلوله البيي رسلوله الكونترار رسلوله كل شيء يعني كان أبقاله يعني سواعات ويمتطط الطيارة باش يمشي مع العراجع قتله ما تروح شهر الراجع قتله روح الشباب بالوزداد كان ربما يقول لك هو المدرب الوسمين هذا هو اللي يوصيه له كونترار تاعه في الراجع هو اللي يدر له كلش والكونتراري عندي يعني يرسلها لي كونترار تاعه طبعا طبعا رسل لي كونترار ورسل لي البيي تاعه ورسل لي كل شيء سمح ليه يعني يعني باش يمشي عندهم كله اللي ربما يقول لك يعني يعني اختار بالوزداد على جال صالير أنا لي دو كونترارام عندي يعني اقدروا نوريهم لك سلمني في زوج كي تاعه شباب بالوزداد تاعه الراجع البيضاوي الراجع البيضاوي الصالير فتاعه اللي اعطاهه له دوب لوش اعتاه له شباب بالوزداد ولكن في نيات المطاف حتى شباب صح الراجع البيضاوي يعني فريق كبير وفريق عالمي وفريق عنده قاعدة جمعه عنده كل شيء عنده إمكانيات عنده ولكن هنا قد ما حتى شباب بالوزداد وشي قصهم يعني شباب بالوزداد أيضا فريق كبير وفريق ثان عنده تاريخ وعنده المهمتار وحلا هنا تخدم أحسن بطريقة يلا بس نعطوه معلومتان يكن جمهور رياضي طبعا لا بس هل تعلم محفوظ جنات ابن زميلنا حسين جنات ما عم نبدأ؟ ما عم نبدأ؟ ما عم نبدأ؟ تصوير في التصوير في ما عم نبدأ حسين جنات ربما الله ما عم نبدأ طبعا هل تعمل هنا وهناك؟ دعا بس عبين تطعين سؤال نزل لك حاجة أضافة في نهاية كلاس الجزائر في نهاية كلاس الجزائر كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان أسأل عن المدرّة بتاع شباب بالوزداد باكيتا وأسألوا وقالوا له بأنه برازيلي كان هو تحدث مع الرئيس الاتحاد وقال له يعني لك أن تشوفوا بأن كين فنيين في البرازيل اللي يقدروا يعني فيدونا هنا يعني حتى مع الفئة الشبانية وعلش ما تجيبوش هذين الفنيين على ذلك اليوم أنا كيشوف يعني مثلا وليديك يجيه عرض من الخارج وهو قادر يمدهن في بلاده علش حتى يعني يروح الخارج انت مدم ما قدرتش يعني الغربة أثرت فيك وما قدرتش يعني تستمر بكويت تعمل هنا في الجزائر فيه كفاءة الجزائرية التي يستغللها طبعا دعا بس حب نطرح لك سؤال بخصوص الميركاتو ركود فريق وفاق سطيف مش فيناش شوفنا أندي أكتلاع مثلا انتحاد العاصمة قاموا بميركاتو قوي لكن بالمقابل شونا فريق وفاق سطيف ركود تامة ما فيش تحلوكات مش فيناش أسماء كبيرة شوف 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 وفاق سطيف في فترة ما وصل إلى العالمية بيأتم مع الكلمة طبعا نمعك شي هذا ربك هذا فريق عالمي وقدر نمده نمده كيما نقول وحنا في الورود هاكذا وفاق سطيف وصل إلى فترة ما إلى العالمية وشية العالمية أن نشارك في مونديال الأندية قبلها فازق رابطة أبطال إفريقية وفي القسم الثاني خلينا هذه هي لا لا ما عليش هذا رابطة الأبطال قاريا طبعا نحضر عالميا لا أقول لك عالميا عالميا ما كاش فريق في العالم اللي في القسم الثاني هذا رابطة الأبطال إلا رابطة الأبطال في إفريقيا قاريا ما في إفريقيا قاريا لا لا ما خلينا قاريا ما لعبش مع ريال مادريد ولا لعب مع فلان ولا عن أهلي بس صح اليوم هذا الفريق هذا وصل إلى العالمية شارك في مونديال الأندية أنا ما شفتناش أنا من اللي نشفة الروحي ما زل ما شفتش باللي فريق جزائري شارك في مونديال الأندية نخطة إلى السطر اليوم كاين إدارة جديدة شاركة أيضا عنده شاركة كاين شاركة كبيرة ليس شاركة صغيرة شركة صونالغازك تعرف كاين إدارة جديدة كاين طاقم فني جديد اليوم ما نقدرش نتكلم على وفاق تصطيف أنا ما عنديش المواطيات مش ما عنت المواطيات اليوم ما رو يقول اليوم كاين شخص ليو اسمو عبد الكريم بيرة هو مدرب اسمو عريضة بندريس خلينا عريضة بندريس نحضر لك على الناطق الرسم اللي نسمعو فيه حنا نسمعو عبد الكريم بيرة طبعا قل لك أنا على بني وشانين دي تبقى علامة استفهام ونديرو تلك علامة تعجب علاش علامة استفهام علامة تعجب لأنه المستقبل هو اللي رح يخلينا نشوفه إنه وفاق سطيف هل نجح في عملية الاستخدامات ولا ما نجح أنا معاك في عدد الأكيد أنا كالصحفي نجيب نستسقيل كم نقوله هل معلومة العديد من الناس في وفاق سطيف في الجماهير وفاق سطيف قلقة رحي مقلقة وحيرانة غموت تقول كين غموت كين غموت في عملية الاستخدامات كين غموت دكتر أنا أثق في عبد الكريم بيرا يقول لك هل سمع مركز جواري يدير فوق 600 مليون هاي صح بسعني لازم تطير مع الطائرين أنا أثق في عبد الكريم بيرا طيب لأنه أنا أثق فيه تقني جزائري ونتمنى ولو كل الناجعة دركة علم سينجح ويرجع الوفاق إلى السكة وهذا ما نتمنى وهذا ما نتمنى لفاق سطيف العالمي نقول له هو حقك إحنا قاع كنا غلطين كنت غلطين وانت كان عندك الحق وإذا العكس وإذا العكس قال يا سي عبد الكريم بيرا خلاص الزمن اللي كنت فيه أنت والزمن هذا اللي رواهنا ماشي يقع كيف كيف نسا يطير وانت قول بلي أنا على بلوش أني ندير ولو أني نقول لك ثقاتي كبيرة هذا السيد طيب في عبد الكريم بيرا نتمدى ونجح وماذا بينا سأنا نشوفه الفاق سطيف يعاود يقول لي لأنه هذا الفرق هذا اللي يره مدعمين بشركات هذا هو اليوم نشوفه التنافس وش هو اللي يخلي البطولة تطلع وتطلع في الترتيب العالمي هي قاع المنافسة كيكون أندي يقع عندهم اللي جوال نتمد له ونجحني وفاق سطيف وهذا مدعمنا طبعا وصلنا لنهاية الجزء الثاني من البرنامج مشاهدين الأفاضل فاصل قاسير ثم نعود إلى البلاطن عودة مجددة مشاهدين الأفاضل إلى الجزء الثالث والأخير من برنامج الحياة سبور طبعا سنتحجته عن أولمبياد باريس الفين وعشرين لكن قبل هذا دخليننا رح نجل نجل نسفتيسان بسمي زعش علينا يلا لما حبيتنا نعرف رأيك في قضية وفاق سطيف وكذلك كان عندك تدخل بالنسبة لأبن زمين حسين جناد للتحق بشباب الوزداد لا اليوم الحمد لله الفرق رأيت رأيتفكر في المحلل فيديو طبعا بس كو المحلل فيديو سيترزر اليوم سيترزر مع المدرب يدير هو اللي سهل للمدرب محلل فيديو لما المدرب يكون يخطب للعبي هو يسجل لما المدرب يبدأ يخدم على الجانب التقني هو يسجل كل هذا يسهل للمدرب باش المدرب يعاود يفزيوني يعاود يفزيوني لسيانس هديك ويشوف الكوتي فوزيتيف واش مشامع اللعبين واش ممشاش هذا النقطة الأولى في الفريق التاعو النقطة الثانية لما المحلل فيديو يجيب لك يجيب لك الخصم اللي انت راك راح تقابله في الأسبوع ويعطيك اللي ديطاي واشنو هما اللي ديطاي يعطيك ليفوان ثور يعطيك ليفوان ثوب يوري لك القوة بتاع الفريق ونقاط ضعف ونقاط ضعف هنا كتقني كمدرب مع المحلل فيديو تدير برنامج مع اللعبين تاعك وتبين لهم الخصم اللي راح تقابله على الجنب نقاط قوته نقاط ضعفه هنا حتى اللعبين حتى اللعبين نهار المباراة ما يصيبوش ما يصيبوش صعوبات على ما يصيبوش صعوبات كانت عندهم قراءة مع المحلل فيديو مع المدرب ما يصيبوش مع المحلل فيديو تكون عندهم قراءة جيدة ما يصيبوش صعوبات يوم المباراة هذا هو شي يجيب المحلل فيديو المحلل فيديو اليوم في الحالي في الكورة الحديثة مهم جدا مهم جدا في الفريق سي غير قول سي لبرادر وادو لانترينور يلا الفو مولوك طبعا لزمين هذا سكي كونسير ما نونسكي كونسير أنا والله أنا شاطر بيرا 100% نشاطر بيرا 100% علىها نشاطر بيرا في المين بيرا ما هوش ماناجر شينرال اليوم ما يعرفش وشن هي كورة قدم ما يعرفش وشن هو سيلو بلون التكنيك التقني على بلو المستوى تعالفرق على بلو المستوى تعاللعبين اليوم ما ركش بلون متأخرين من فاقصتيف بصراحة لا ما نحضر لكش متأخرين على التحضير ممكن ولكن على اللعبين استقدامات تعاللعبين انتوما لكم الاستقدامات لازم يكون عندو آسم بليلي عندو آسم لما المرضوض ديالو فوق الميدان ما عكوش عندو مرضوض في المستوى بسكو عندو الآسم اليوم الجماهير تعنا راية تحوص أكثر على الآسم هالآسم تعاللعب ما تشوفش لروندمون تعاللعب ولا اليوم بيرا اختار هاد اللعبين هادو مع تريقة اللعب مع تريقة مع المدرب وتكون عندو مع المدرب مع كما قول البران ديالو اللي راهم تمانين يخرجوه في الويفا قصطيف مع ذا كان جو كوليكتيف مع ذا كان جروب صوليدار هادو هادو هما نقول أنا المفاتيح اللي راهم تبق وناوي عد كريم بيرا باش يقول يوصل لللعبين هادو اللي راهم جابهم للوفاق وممكن ما جابش الأسماوات أسماوات كبار ولكن أنا نظن يسي بازي بلوس على الالديسيبلين على الالريجور على الوسيريو تعاللعب قيم تفضل حسين تفضل ما شنا وفاق سطيف تفضل أنا شو بي فريق مثل وفاق سطيف فريق اللي يلعب على الألقاب يعني موش فريق اللي يلعب على المانتي أو لا ومن فرق يوم يلعب على الألقاب ماشي يلعب الألقاب لازم لسماوات باش لعب الألقاب لا 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 تسمح لي شيخ شوف هذا العام مدام الاتحادية را دارت يعني سمحت الانديس تقدام خمس لاعبين أجانب أنا نظن شوفنا وفاق سطيف مع وجود شركة اليوم شركة كبيرة اللي راهي خضات زمام الأمور يعني مع هذا الفريق أنا نظن على الأقل يعني كان يقدر يجيبه مثلا جيب خمسة جيب ربعة لعابين يعني أجانب اللي يكون عندهم وزن اللي يقدر يمدوا الإضافة للفريق على الأقل احنا ما نقدرش نعرفه الان الوفاق ممكن العامل جاي يلعب على الألقاب وعلى شلالة يعني دعيم الفريق اليوم رأي نشوفه حتى ريكريت موليراه ويندار كاللعبين يعني المسرحين من الفريق التاحهم رأي نستقدموا في وفاق سطيف معلش يعني بيرار ربما يعرف هذين اللعبين حين ما نعرفوه ولكن أنا نظن يعني من ناحية اللعبين الأجانب بما أن هناك فرصة لكل فريق باش يستقدم خمس لعبين أنا نظن فريق كبير مثل وفاق سطيف من المفروض يجيب لعيدين أنا معاك فرأي لعبين أجانب معاك فرأي ولكن لعبين هذين لازم يكون عندهم مستوى من جيبوش أفريق المهم قال جيبنا شفنا بعض من الفريق السنوات الماضية كانوا عندهم أفريق ولكن لجول جمعة تصيبوهم في البون دوتوش لعبين تروح تصرف عليه أموال وتقول بلي هذا راح يجيبلي لبلوس حتى ينصاب في البون دوتوش أنا نضم أموال اللعبين الأجانب نحن أموال لعبين في بطولة الوطنية عبدك نبيرا يعرف هذه اللعبين وهو عبدك نبيرا يسي بازي على الأسموات يسي بازي على اللعبين يجيبو له أم بلوس سور البلان دجو ديسيبلي ريجور هذي هي الطريقة لنويها إن شاء الله هذا ما شونا طبع خلينا الآن نغلق ملف الكورة القادمة ونحن نتنقل إلى ملف الألعاب الأولمبيا بباريس ماذا يحدث في باريس من طبعا الوفد الجزائري إخفاقة ورد عباس شفنا كان خيردين برباري قبل ما نتنقل الوفد لباريس قال أنه فيه مبلغ مالي خصصة لهذه التحضيرات 280 مليار سنتيم تم تخصصها لكل الرياضيين المتوجدين هناك طبعا لحد الآن قلوها بكل صراحة إخفاق على كل الخطوط إقصاءات حتى بس تشرف ما قدروا شيء تشرف للرعية الوطنية شوف قبل حديث عن المشاركة الجزائرية نجمنا نتحدث على لعاب الأولمبيا باريس باريس وربع عشرين حدثا هاما لنقدر نتحدث عليهم وحفظ الافتتاح أولا لكان مخصي طبعا معادي مخالف معاكس لكل الأعراض ولكل الديانات السماوية فهمت خلينا مدين الإسلامي تعنا هذا ما نحضروش مخالف لكل كما نقول الأعراف والديانات وخلى موجة غضب كبيرة من الطراف كبيرة عالمية لنددت بهذا حفظ الافتتاح ليبقى مجرد حفظ الافتتاح مكاس ليقدر ينافس حفظ الافتتاح أولمبياد بيكين بيكين هذه النقطة لازم تكلم عليها النقطة الثانية في حفظ الافتتاح أيضا شفنا الجاس هذا الذي داره الوفد الجزائري أرمى وورود في نحر في نحر تخليد تخليد الأرواح شهدائنا وأبناء الجالية تعنا وأبائنا وجدادنا ليرماهم بالإحتلال الغاشم الفرنسي في نحر السان ساسي تنجس يحسب للجزائريين اللي كانوا في الباخيرة هلية المشاركين نروح هدوك المشاركة الجزائرية الوفد المرافق للرياضيين أكتر من الوفد الرياضي المشارك هذه نقطة وليفناها مشي مهد الإولامبياد ومشي بالأولامبياد اللي فات ومشي كده هذا هي هدية هدية سنة الله هدية سنة الكون في الجزائر هكذا الرياضيين زوج تلقى معاد دو عشرة باري أكتار باري سنزلي زي طاتيك داك تعرف واحدة تنين ما نقدرش نحضروا على ألعاب أولمبية ولا مشاركة جزائرية وحنا ما حضرناش لهذا الموحد كنا حنت حضر نحضروا على تحضر معنى جزائر بارك بارك معنى جزائر بارك بارك معنى جزائر قلت لهم أنا ما حضرت وقالوا لي كده دوك هنا عبك ينميضة أولمبيك سا سو بريبار وعندها ميزانية خاصة قال هايليك هاولك الميزانية قال يونس افتيسة الشيخ تعناني بيتال بوتونسيال ميضاي في المبارزة قال هاولكو هاولغي لها في المالية رو أنت حضر ماشي دانيال ميليت وللعاملنا خلنا نبدأ ونجاله شفيت هنا في الحيصص هنا كنا نحضروا على المصارحة مثلا الرياضيين من بول ما كانت عندهم سبارة بارتناء ودارت الوزارة شو سمع مليع الشيخة الوزارة دارت لجنة لجنة متابعة الرياضيين ذوي المستوى العالي تعال النخبة اللي هما فوتونسيال ميضاي هذي اللجنة دارت دارت تقارير باللي هوا الشيخي هونس كفتيسان اللي رح يشارك في المصارحة وزن كذا وكذا 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 ما عندوش ليموها وحوك ليمشي حد دارت بسهل هاق دارت دوقو حنا نبدأوا نتباك وآه ولا غرصين جلقها آه لا أخو مزيا ما غرقش آه لا أخو لا أخو لا أخو لا أخو كاين كذا افهم دخلينا يلق كانت شو كانت شو احنا اللي ميضاي احنا وين احنا 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 وشانا نستنى 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 في الجنبازية كليا نمور كليا نمور اللي ما همسكينا ما كما ما جشك على لعنا باله كليا نمور ما علي يسموه الجزائلية تمثل الجزائلية وتمثلنا صافي بليزير إيمان خليف في الملاكامة سجاتي سجاتي في الألعب القيوة بالك بالك بيداني في رفع الأتقال مصرع بسكوا لاش العالم الأولمبياء مستوى عالي جدا 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 لقد بدوش متباكوا على الأطلال وكذا وكذا العاب الأولمبياء صارت بريبار بونك التار ما تبريباريش وهذي ميتموتمانية مليار سيليان دوتو براپور عن مصروع برونجي تعميد ميتموتمانية مليار ميتموتمانية مليار المسكيليوين راحوا هذين ميتموتمانية أسكوا راحوا اليونس افتيسان وحوصين جناد ولا راحوا حوائزوا أحد آخرين لا علاقتين هم بالتحضير عالمة استفهام أنا عالمة استفهام اليوم لازمنا نديروا في رأسنا نحضر على السلطات العليا أنبيلون تفكر حوش الأسباب شوف احنا بلاك احنا جريين فاسفور في الألعاب الأولمبياء هذا على مدار المشاركات التوعنا ممتد في الألعاب القوى في الألعاب القوى في الألعاب القوى في الميل سانسان يا سيدي انت ألا بك بلدتا شامال إفريقيا لاختصاصتهم هي المسافة نصف طويلة 1500 نمتد الباكي نمتد الباكي لهذا الألعاب القوى تعلمي سانسان نمتد بس نجيبانا واحد ولا زوج ولا ثلاثة ليقدروا يشاركوا لي في الألعاب الأولمبياء احنا لا لا احنا الزراهم احنا ورهم يروحوا يروحوا في فوتبول واش بكا غيرهم يروحوا في الألعاب في أمور إيجابية يروحوا غيرهم يروحوا فيهم مننا ومننا ومننا بلدتا صعبا يكي بلا موالي قال أنا عندي في قال أنا في الباكي في مكان ما الجلفة ولباتنا قال أنا عندي مصارعين من النوع الرافع نمتد لهم نكيف أهم نعطيك أنا متل نادي أولاد الباهية تعوهر مايش مختصين مختصين في الجيدو في الجيدو ديرين جابوا أبطال حراش أيضا نعطيك أنا حراش خلينا الحراش في المصارعة في الجيدو أيضا في الجيدو نحضلك أنا في الجيدو في الجيدو ولاد الباية نحبه لنكره في واحدا هم المعاليم تعال الجيدو هذي دو البطولة أواصد بطولة أكابر دو كلش ننفسني فيهم هذو ننفسني فيهم من متسنا دراهم وحد أخرين هذي دلوا يطلبوا هذو 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 عندهم أبطال يظلوا يطلبوا مساكن علىها حاولوهم هذا هذا مسعود دريس مين؟ منتم بوالو بإمكانيات زيرو شو راح مسعود دريس هذو كيف ننفسي هذو كيف ننفسي هذو كيف ننفسي يلا في الرياضة الجزائري احنا ما نحرفوش احنا قال المسايفة مدى لهم قدر يلا خليني عطيتني العبار يا ريد عباس دوكنا عاول نقول لك ماليش رحاند يونس فتيسان مالد رحاند حوسين يونس فتيسان الان الرياضيين نما يخفقوا يقول لك الان يقول لك احنا ما حضرناش ما حضرناش ما حضرني ريد عباس عباس في العباء الأوليبي تتحقق هذا جزء من أجل في أخر سنة فلن تتحقق كيف ننفسك مختص في خاصة في الجانب البدني فلن تتحقق مالد رحاند يونس فتيسان تتحقق فلن تتحقق فلن تتحقق فلن تتحقق نقول لنا هذا المكان المدتيران المنموم سي 24 موار سي 24 موار المنموم ديوني منيموم منيموم 24 اشهر سمع عامين عامين تعطر باش توصل منتال اليوم باش تتعال نقطة الاولى و التالية باش تفوز باشك اولاد در تفوز مش مشاركة مش مهم المشاركة و لكن اليوم في الديسيبلين يوجد بلزور ديسيبلين يكون بلزور ديسيبلين عندهم بيجي لثلاثة ولا الفرديراتون عندهم بيجي استراتيجي لازم تكون استراتيجي يكون و الناس تبع لثلاثة اليوم اليوم الثلاثة يلاحبوا دو مواطر و مو باش يبدو يهضروا على البيجيبن و بعد نقولوا اه سيطاني شاك يسينو مالسيدي دو مواطر و ما ينسف تيسام بيكو صراحة نتكلمها دو مواطر و ما في البيجيبن يتكلموا يحاوس على البيجي يحاوس فاو حسنا احنا تكلمنا في البلاطو هنا عدة مرات على اللعبين مصرعين معنوش باش يتنقلوا نعم تكلمنا عدة مرات هنا في هذا البلاطو عدة مرات ولا كي تتتبع هالي شو تتبع تحديل تحطير على الجانب البدني على الجانب التقني على الجانب الداني باش انتعط لاتي ديالك يوصل جيب لي كل ميضاي اليوم كي تجيب الانتاع تدير أبجيكتيف ميضاي باش توصل ترفيد الرأي الوطنية سيلة الجيرية دونك اليوم باش تتراسي عن أبجيكتيف ودير الموين اللازمة باش لعبتعك كما نقول توفر له كل شروط باش يكون في المستوى انه بعد يكون تحضير وبالتحضير هاداك ليوصل للهدف المسطر ولما سطرش اهداف وتقول انا يا بلي نروح المهم نشارك متشاركش خير لا لا كايدو قديزات لاتنا نسمعو فيها موش يقول لك نسمعو فيهم بعد اخفاكات محضروا اش لا لا يقول لك اسمع يكفيني فخرت ان انا وصلت الى الالعاب الولمبياد دونك انا تزيب تاريخها ما زلنا ما حضروا على هادا الامور انا نقول لك اختصاصات لازم دهنياتي تتغيروا هادتع مهم المشاركة كما احنا في كورة القدم المهم نحن تقول لك اسمعو المهم مشاركة خلاص المهم مشاركة جزائر كبيرة عندها ابطال دوصان قطردات مديانة السلطين عندها الموايا عندها الموايا انت تكلمت على ليزار ثلاثة اللي رام اليوم هاد ليزار ثلاثة هدو كيم يقول لك يفولي بريباري حتى في رياضات الجماعية رانا غيبين في الالعاب الاونيبية حتى في رياضات الجماعية اللي كنا احنا غيبين بصحة احنا اليوم الاموال اللي راه اللي راه يتمدها الدولة اي اموال اموال كبيرة لا يتخرج من عندها من عندها الدولة هاو المشكلة هاو المشكلة احنا نتمنى نتمنى تكون رقابة طبعا بعض المنافسة يجب ان تكون فيها رقابة اي ندامة هذه الاموال حسين جنال حسين جنال عندك ربما تدخل بخصوص الالعاب الاولمبية قبل ان نذهب الى قضية سعود احنا دائما نهدرو وعندها 4 سنوات الوراء كنا في البلاتو نتحتو وقلنا بان الالعاب الاولمبية في 2024 التحذير يبدأ لها من اليوم هذه عندها 4 سنوات من اللي قلناها ولكن للأسف هذا الكلام دائما نبقى ونعودوه فيه التحذير موشور مستوى برمجة عيم تعبانة يعني دائما نبقى ونهدرو الناس تخدم وتتطور ونحن نبقى وغير نخدمه غير نهدرو اليوم نقول لك احنا المشاركات التعناه في الالعاب الاولمبية على متى هذه 14 مشاركة 14 مشاركة نعم جبنا فيها خمس ميدالية ذهبية نعم خمسة ذهبية 4 فضية وثمانية برونزية هذا ماذا جبنا؟ أكبر عدد جباب نوردين موسني تحيال ليه طبعا بطلتان مخلوفي مخلوفي نوردين موسني نعم نعم اليوم شوف اليوم باش تطور حاجة في بلد يلزم الجميع يوقف الجميع يتحد نعطي لكم شو معلومة وزير الشباب بالرياضة الحالي مشا في زيارة الولايات خنشلة على ما اعتقد لقى واحد القاحة كان من المفروض تفتح منذ سانة باش يستغلوها الرياضيين تطلب قر MOOC قالوا kel O درنا بوند بوند exped وتطلبنا عندنا وحد الخدمة ترونو 저기 الراول الخدمة علم الخدمة تتظن وقال لهوا تطلبوا جميع قر prat وقال Par시 لقد كنت الله عن البر القاحة مين تحصل على لقاع لديه حد دعال شهر يعد مالذي مع الدر صنع كوته مالذي بال 받 حداش نشهر ما تخدمش تعرفوا شغلهم قلهم ما نروحش منها من الولايات خنشلة غيرها تخدمت هذا القاعة غيرها تخدم هذا المورسو هذا وتفتحها القاعة في 24 ساعة تخدم هذا المورسو اللي كان مخصوص وتفتحت القاعة وكل شي عادي اليوم راني نقول لك شوف اليوم احنا منين نجور رقعوها نصيبوها تسيل ما عندكش وش تتحكم اليوم الدولة راح يتبني في قاعات ورايتها ولكن تروح لبعض الاماكن تسيب مسبح مغلق والناس ما عندهاش وين تروح تتدرب وين باش تحضر منافسات محلية على الاقل ولا باش تكتشف مواهب تسيبقى عا مغلاقة علاش بونت كومودو اللي يخدم مجاش الضومة فيها ونبقاوا مع البريكول شوف هذه السنوات أنا من اللي بديتناعرف هذه الألعاب الأولمبية كيما قال لك ريضا بين اللي يبرزوا كنا شوفوا بول مرقا بطولة العالم الف وتسعمية وتسعين او ثنين وتسعين في توكيو شوفنا نوردين مرسلي كان عندنا واحد اللي متعلقين به دائما شوفنا مخلوفي شوفنا بليندام الراح كنا شوفوا عندنا واحد وثنين كيما رانا اليوم نشوفوا عندنا زوج لثلاثة اللي رانا ننتظروا فيهم كيش ما يجبونا ميدالية الدول راح يشوف البولدار راح يتخدم ومن اليوم الأول الألعاب يبدأ الحصادة تع الميداليات واحنا نقوم نستنى في رياضي واحد ومن بعد في نهاية المطافة قولوا خسرنا مئتين مليار وثلاثة مليار ونرحوا هذه الأموال الأموال خسرنا مبكري ونحن نخسروا الأموال ولكن نظرنا اليوم ألعاب بتاعها في 2028 قلناها في 2020 قلنا التحذير لنا 24 يبدأ من اليوم اليوم نقول ورانا في 24 التحذير لألعاب 2028 يبدأ من اليوم كما قال الشيخ يونس اللابات والرياضيين موجودة في كل مكان روح للجنوب للشرق للغرب للغرب وين تروح كل المودن في القورة في العرياف رأيك شفت اللي جاب الباكب معدلة 18 يسكن في خيمة يعني الجزائر واللاده وعندها ما شاء الله لو كان نحب ونخدمه الثاني نكونوا أقوية وندخلوا الألعاب ونخرجوا بعدد كبير تع الميداليات هذا بالنسبة لي لازم استراتيجي والله استراتيجي هذه الديرها للجنة الأولمبية ووزارة شباب ورياضة قال نحن ورعنا فور هنذكر في البراطو هادي قبل كنا في الكواليس كلنا نحضروا على البوكس نحضروا على الزيدو نحضروا على الألعاب القيوة في المسافة التي ستطويلة لازم الدولة الجزائرية تمشي فادي الزجنة الأولمبية تمشي في هذا الاتجاه قال أنا ننفيستي سنة مئتين وثمانين مليار مئتين وثمانين مليار نعطيها للزيدو للملاكمة الألعاب القيوة قد أبرزكم ننفيستي ننفيستي نستثمر ورا نقوي في المكان ورا نقوي تواسع عندهم ناطاسيون نسان فور هم ينفيستي فيها وجابوا فيها نحنا نفس السي نحن نحضر لك فاس فور في الألعاب القيوة ولاكامة وفي الملاكامة وفي الجيدو اللي جاب ميدالية ذهبية في الملاكامة يلا حب أبو المرقة والأبطال هل في الماضي كانوا عندهم دربين أجنبيين وكانوا عندهم أموال الأموال السؤال المطروح مثلا يونسي فتسين ودعباس حسين جنت هذه الأبطال لا نرى هم في التينة هوا المشكلة بس تينة اليوم عندهم تجربة عندهم ميداليات يعرفوا ما معنى اللعبة أولمبية يعرفوا استراتيجية كمقاردة بسحة في الأخوة لا تبكاشهم في الميدان اليوم جاية لما هذه الأبطال لا تستعدعيهم كل ما كونوا ورواحتيههم كأبطال بالخبرة تكون أبطال واحدة أخرين الأبطال هادويا موجودين مواهب موجودة في الجزائر طيب نبقى لاش الوقت بالنثل والناس اللي تنظم ناس اللي يتحضر هذا النس اللي يتحضر ناس اللي يتخمم لليوم رأنا نشوفه يخموا أكتر على نفسهم كعلى الانترية نعم نشوف مثلا نوردين منصلي في منصب حسي باب المرقة هذو اللي عندهم عندهم تتعيبه خبرتهم ماستغلينهاش ماستغلينهاش وصلنا هنا نهاية البرنامج الأخير لهذا الموسم رد عباس كاي النقطة قبل ما تروح على مسعود دريس أنا بالنسبة لي أول ميدالية ذهبية نالتها الجزائر هو القرار هذا انسحابه بطريقة دكية اليوم لازم نحضر هذه حاجة ستريسة امبورتان الناس الجزائريين اللي راهم دوكا في زنستانس انترنسيونال وفي لجنة الأولمبية الدولية لازم يدخلوا في هذا الأمر لأنه اليوم دريس مسعود دريس ذلك جنة دولية فتح التحقيق طبعاً لا لا المصارع هذا كان عنده وزن زائد النقطة لايه للسطر ما شفناش احنا بكاري في كي يديروا في هذه الجلسة التحكم في الوزن لي كون عنده وزن كبير يديروا انه فتحوا التحقيق ولها كي جات في الزيربرغ بضغطاً من الصحافة الفرنسية حبو يعاقبو كي ما عاقبو نورين وعمار بني خلف وطبعاً قضية سنتابعة تعديل اسم سعود وصلنا إلى نهاية البرنامج الأخير اليوم يا ريد عباس شكراً كثيراً على مقدمته طوال الموسم تعبناك معنا نلتقي طبعاً إن شاء الله في الموسم الجديد شكراً كثيراً يا عباس تعبراحة إن شاء الله هنكونوا فدنا إن شاء الله وكينا النقطة لازم نأكدوا عليها ما عندنا حتى أنتيري وما عندناش كاسكيطة ما أنا مع فلال ما أنا مع فلال فهم خدمة بلو صدق ومصدقية إن شاء الله نكونوا وفقنا إلى هذا الشي نتكلموا على جيدو أحبيت نتانيك إن جروا أماج لأولاد الباهية هادو جمعية أولاد الباهية هادو جمعية أولاد الباهية هادو يخدموا الحاج بوسيف ربي أحظو الحاج بوسيف لحمادة ناس هي تخدم في القاعدة طبعاً تحياليهم تحياليهم ما تخليش الناس هادو خليهم يكون عندهم يطمناهم من السلطات يوقفوا مع هذه الجبعية لأنها ولادة لأبطال كينا برك هادو عائلة الترفوس خوية مسعود اللي في السيربيس تحاليه أفطال مدعب بارني حسين داي أولاده جابوا بواح درامي جاب الباك وصيفه جاب البيام نتمنى لهم إن شاء الله النجاحات ونقولوا المسعود يعطيك الصحة ليش غول مسكين خدام الراجل مم قاعد السيربيس اللي تمه شكراً جزيلاً وبارك الله فيكم تحية خاصة اللي كل عمان طبعاً للمستشفى بارني يونس بتيسان شكراً كثيراً لما قدمته وتمه والموسم تعبناك معنا كثيراً طبعاً استفدنا منك كثيراً إن شاء الله نلتقيه في الموسم الجديد لا احنا ننظر ندرنا كل ما في وسعينا إن شاء الله كنا خفاف على المشاهدين إن شاء الله جبنا الإضافة وعطلاك يقول لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حسين تلناك شكراً كثيراً ما قدمته وأطي والموسم تعبناك معنا طبعاً رحنا نخدوق عطاك تصيرات أحمسطاشين يوم بارنا ودنوله إن شاء الله شوفوا والله ما تعبنا ما أولو يعني حقيقة الشي اللي علينا نديره أنا يعني اليوم ما دم آخر حصة هذي في الموسم الشي اللي نقوله أنني لما نهدر على هذا الفيرق أو والله أنا ما عندي حتى خلفية أنا بالنسبة لي الفيرق الجزائرية كلها نهدر عليها كي نهدر عليها يعني نهدر في مصلحة هذي الفيرق ما عندي حتى حسابات أنا ماذا بيا قد نشوف الفيرق اللي في هذا العام اللي راح تمثلنا قارياً سواء موردة الجزائر شباب الوزداء شباب أسلطين اتحاد العاصمة ماذا بينا نشوفهم يعني في نهاية المطاف يتوجون بالأرقاب والعراية الوطنية وعلى هذاك نهدر أحياناً بذلك الحرارة إن شاء الله ربي وفقهم جميع وإن شاء الله كما قال يونس كنا خفاف على اللي يتبعوا الحصة تعنا وعلى بالي يتبعوها بزاف في نهاية عندي نهاية تعزية لعائلة لودا بالقليعة نصر الدين لودا علي لودا وحاكم لودا هذو ما اللي الولدان تحامة وفات ربي يرحم كنات في النهار الخميس ربي يرحمها وستعليها كين أيضاً وليد خالي حميدات اللي زوج وليده ونهار السبت طبعاً بالبركة عليها إن شاء الله وكين سامير قداح لقلوب اللي من قروه ومولات بليده لقلوب اللي من نساوكش تحية لك أيضاً أنت شكراً لكم طبعاً تحية لكل جمهورنا طبعاً إن شاء الله كنا خفاف عليكم إذن هي آخر حصة طبعاً عندي هداء صغير واحد كرشيش صديقنا واحد كرشيش من بستة الحراس طبعاً البلاد أشرفه شي ماء ومنال تحية لهم وأنا أيضاً خلوني نشكر كل الفرقة التعقنية التي تعبتها كثير هذا الموسم طبعاً عدنا في الإخراج محمد تيميزار وموشير منصوري في التصوير يوسف علالاش وحسن سلمي في الهندسة صوت ياسين حاج عرب طبعاً في سكريبت فيزا جكاطي وكل القسم الرياضي اللي نشكره كثير 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 على كل ما قدمنا هذا الموسم مشاهدين أفضل إن شاء الله نتلقوا في الموسم الجديد إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظ السلام الله عليكم تحية قصر